حجم التجارة الإلكترونية في مصر قد إيه؟ في أرقام رصادت وقتين؟ الحقيقة أن الحجم الحقيقي دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التجارة والتموين في إبريل السنة في خطاب ألقان يابت عن وزير التموين قال أن حجم التجارة الإلكترونية تقريباً حوالي 80 مليار جنيه وده رقم زاية 50% عن السنة القبليها نتيجة ظروف كورونا كورونا خلت الناس بتتجه إلى عملية الشراء الإلكترونية وأنه شايف أو أن الحكومة ترى أن الرقم ده أكيد حوالي 5 أضعاف الرقم الرسمي اللي عندنا يعني 80 مليار دول المفروض أن التجارة الإلكترونية ممكن تتوصل لحوالي 400 مليار جنيه جوى مصر بس ده توقع وليس رقم رسمي الرقم الرسمي 80 مليار جنيه نقلاً عن مساعد أول وزير التموين والتجارة 400 مليار جنيه ده تمثل 30% من حجم التجارة الداخلية في مصر عن سنة 2020 ده لو افترضنا أنها لكن هي الرقم اللي تم رصده فعلاً قد إيه الرقم ده نقلاً عن وزارة التموين مجلس الوزراء من كام يوم كان عنده إنفروجراف واضح عن حجم التجارة في الشرق الأوسط بتوصلت لحوالي 22 مليار دولار في مصر السعودية الأمراض 8% منه الحجم بتاع مصر متوقع أنه فرنج من 6 ل7 مليار دولار اللي هو نفس الرقم تقريباً اللي صرح به مساعد أول ووزير التموين والتجارة الناس النهاردة ما تدفعش غير لشركة معروفة مؤمنة السرفرات بتاعتها بيبدأ بيتش اي تي تي ات بي اس عشان يبقى فيه سيكوريتي الدفع يكون بفاتورة بتتعامل مع شركة التوصيل المحترمة ده بندل النصائح لكن نرجع لحجم السوق يتراوح ما بين 80 مليار جنيه الرسمي والغير رسمي المتوقع يصل لربعمائة مليار اليوم صداني اتعملت زود في الأرقام هذا الأرقام دي موجودة في الصحف وفي الإعلام نطلع العام ربعمائة مليار ده رقم مرحب ده توقع مساعد أول وزير التموين أنا خليني في التموين التموين عشان عقلي إباني خليني في التموين مليار جنيه ده حجم السوق بتاع التجارة الالكترونية ده يخلينا ان احنا نروح ناقف نتكلم مع بعض ونقنن وضع هذه التجارة الالكترونية اللي التاجر اللي فيها بيتعامل معاملة غير التاجر اللي موجودة على الأرض الواقع ليس هناك عدل ان انا اكون فتح شركة او محل ومستأجر مكان وبدفع التزامات والدولة بتاخد مني كافة الالتزامات اللي عليها منها ضرايب وترخيص وخلافه وفي حين ان فيه تاجر موجود على الانترنت ما يدفعش كل هذه الالتزامات احنا النهاردة موجودين عشان نقنن نفكر ازاي مع بعض ان احنا نقنن هذا الوضع سواء افراد او مؤسسات جوال حكومة المسجدية اشتركوا في القناة